هلو الله شباب جيناكم اليوم مقطع جديد بقناة ابنالجولان. قبل ما نبدأ باش يتمنى تشترك بالقناة تفعل الجرس واتنسانا من لايك. اه شباب موضوع حلقتنا لليوم اه هو عن مفاتيح الادمن بما انه راح ينتهي السيرفر اليوم. حاب انه اه يعني اه سوي شو هنا مفاتيح الادمن يعني شلون تطلع موارد شو الارقام وشو الكلمات اللي تكتبها لحتى تطلع موارد. اول شي راح نبلش بالخشب. تحول تحط تكتب اد اد اي اي ام. مثل ما تشوفون موجودة عندي يعني. برضو اتحط خمس تلاف واحد وتحط الكمية اللي تعتازها. مثلا انا احتاج عشر تلاف خشب. حط هيتش. ونكتب. حاليا صار عندي عشر تلاف خشب. مثل ما تشوفون. صار عندي عشر تلاف خشب. نصنع تي سي ونحطها هان. الكود الثاني اللي هو نفس الشي يعني تحط الادد اه الادد الاددي تيم. برضو تحط بدل الواحد. اتحط اللهم صلي على سيدنا محمد ستة. راح يطلع لك ستون. اذا قلنا هيت. استخدام طلع لنا عشر تلاف ستون. الا حديد. الحديد تحط ثمانية. تحط اوكي راح يطلع لك حديد. يعني خمس تلاف وثمانية يطلع لك حديد. وذلك حطيت اللهم صلي على سيدنا محمد اه حطيت مثلا تحط خمسمية وعشرة. يعني خمسين الف وعشرة وتحط هان راح يطلع لك هاي كوليتي. حاليا الامور طيبة بالنسبة للموارد. وطبعا اذا كان ودك تحط اللهم صلي على سيدنا محمد خمس تلاف او اثنين تحط فاصلة جباري يعني بين كل اكتابة وكتابة. حط هان لا ليش في عندي خربطة. نحذفها. حط خمس تلاف. ثلاث عفوا اناسف ثلاث. حط الف. حط موافق. تمات حاليا عندي الف كلوث انا. اذا حطينا اربعة راح يطلع لنا جلد. حط اربعة. اه مثل ما تشوفون طلع لنا الف جلد. اذا حطينا خمس تلاف وخمسة راح يطلع لنا اه عظم. حاليا صار لنا الكلمات هاي. يعني الشغلات الاساسية. طبعا حاليا اذا كتبنا خمسمية وثلاثة عشر راح يطلع لنا اه برميل تبع نفط. نحط ثلاثة عشر موافق. مثل ما تشوفون طلع لنا برميل نفط. واذا حطينا اربعة عشر راح يطلع لنا سلفر. طبعا انا اسف على ازعاج اه في ازعاج من ناحية المسنجر حطيت له كتم. اه حاليا اه مثل ما تشوفون طلع سلفر الخمسمية واربعة عشر او خمسمية فاصلة اربعة عشر لون موت كم بس مشان تفهمهم الرقم يعني صعب واحد يقول خمسين اه خمسين الف واربعة عشر. لا هي اج خمسمية اربعة عشر افضل. اذا حطينا خمسمية. طبعا حط كتم لواحد يجيني واحد ثاني. مشكلة. اذا حطينا الله مسلح سيدنا محمد خمسة عشر راح يطلع لنا اه هاي او مطبوخ يعني عادي. متل ما تشوفون. واذا حطينا ستعاش راح يطلع لنا فحم. حاليا قاعد اجرب اني مشان ما اخربط يعني واغلط معاكم والتجربة اه لازمة. اذا حطينا خمسمية نقول ستعاش احنا وصلنا. يب خمسمية ستعاش يطلع لك اه فحم. اذا حطينا خمسمية سبعة عشر. راح يطلع لنا بودرة كمبودر. وبرضو خمسمية ثمنتعاش راح يطلع لنا اكس اه مثل ما تشوفون هاي حاليا الشغلات الاساسية اللي تلزمنا كله موجود معانا اه احفظ الارقام وهام شي الادد الادد تايم هاي اه تحفظها هي اهم شي مشان تقدر هاي الشيفرة تبعيتهم يعني اذا ما دخلتها مستحيل راح يطلع لك الموارد هاي دخل الشيفرة بعدين ادخل الموارد طبعا اذا حطينا خمسمية وثمانية وعشرين راح يطلع لنا اللهم صلى على سيدنا محمد خمسمية وعشرين ثمانية وعشرين نحط الف راح يطلع لنا سلفر بودرة واذا حطينا خمسمية ووحدة وعشرين راح يطلع لنا السبرينجاي واذا حطينا خمسمية وثلاثين راح يطلع لنا سكراب واذا حطينا اللهم صلى على سيدنا محمد سبعة وثلاثين راح يطلع لنا هاي اللي ما عرف اسمها اللي تصنع بها السيفور وشغلات ولا تورنتات واذا حطينا ثمانية وثلاثين طلع لنا فيول واذا حطينا واحدة واربعين طلع لنا المخ تبع الحيوانات واذا حطينا اثنين واربعين اللهم صلى على سيدنا محمد وهاي اثنين واربعين نشوف شو راح يطلع لنا طلع لنا القطع اللي تقدر تسوي بها القاذف او تسوي بها بكسيه الام جي فور طبعا حاليا عندنا رقم جديد اللي هو نحط خمسين اه ستة وخمسين صفر صفر اه ستة اذا حطيناها يشوف شو راح يطلع لنا اطلع لنا واذا حطينا سبعة يعني ستة وخمسين صفر صفر هاي تحفظها نحط سبعة او تجيب عندك قلم ورقة وتقعد تسجل هنا او عندك على التلفون تقدر تسجل هنا نحط سبعة يطلع لنا البواري اللي تصنع من هنا الروكت لانشر واذا حطينا ثمانية اه سراحا لسا محافظا كلهن يطلع لنا تقدر تصنع منها الدراجة هاي القير واذا حطينا تسعة يطلع لنا السككين هاي اللي هو مواس اللي تصنع منها القطاعها والصواطير يعني السيوف وشغلات هاي اهم مفيدة كثير طبعا حاليا نرجع على رقم خمسمية ونحط خمسمية اربعين سبعة واربعين ونقول شو يطلع لنا ما في شي جديد شو يطلع لنا اقول لي تم اه ياب ياب هاي لايرون بار بلايت السبعة واربعين اللي هي اللي تصنع منها دروع والدراجة نحط ثمانية واربعين برضو يطلع لنا الخيطان لازم اكب اغراض هاي مشان نعرف شو راح يطلع لنا راح اكبهن وارجع الكم طبعا اخر شي حطينا ثمانية واربعين واللي هو طلع لنا بكرة الخيطان هاي تصنع منها دروع وبرضو شغلات كثيرة تلزم بها فايدة ونحط اذا حطينا التسعة واربعين طلعتنا البطاريات واذا حطينا خمسين القطعة تبع الدراجة والسيارة واذا حطينا وحدة وخمسين طلعتنا القطعة تبع الطيارة طبعا حاليا اذا حطينا اه اثنين وخمسين اثنين وخمسين صفر صفر واحد شوف شو راح يطلع لنا ما طلع لنا شي ليش لا خربطنا هي بزبطة اه مش هكلم خربطة بشغلة اذا حطينا اثنين وخمسين صفر صفر اه واحد راح يطلع لنا مثلا ما تشوفون الريفولفر اللي هو هان اذا حطينا اثنين وخمسين ادعش صفر ادعش طلع لنا المسدس اللي هو هذا الاوتوماتيكي يعني طبعا حاليا اذا حطينا اثنين وخمسين واحد صفر واحد شوف شو يطلع لنا طلع لنا الاس ام جي اذا حطينا اثنين وخمسين مية ويدعش اطلع لنا الفيمس طبعا واذا حطينا واحد اثنين واحد راح يطلع لنا اوزي مثل ما تشوفون هذا هو اوزي اسلحة 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 المهمة راح نكتب لكم ولا الرقام تبعيتها اللي هو كبداية اسمي نحط واحد صفر واحد يعني اثنين وخمسين واحد صفر واحد نحط هنا طلع لنا اس ام جي ما عليش اسف بدل الواحد هان نحط اثنين يعني اثنين وخمسين اثنين صفر واحد واحد نحط عاليا طلع لنا السيمي مثل ما تشوفون راح نكب هذولي واذا حطينا خمسة اثنين اثنين واحد واحد راح يطلع لنا عنا اي كي ام مثل ما تشوفون واذا حطينا اثنين وخمسين اثنين 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 واحد طلع لنا كيو بي زد واذا حطينا ثلاث يعني هنا بس اتغير الرقم النصاني نحط خمسة اثنين اثنين بعدين اصير اتغير الرقم النصاني اثنين ثلاث واحد طلع لنا ام فور اذا حطينا اربعة ديش في عندي غلط متاسف لبابها حاليا خمسة اثنين نغير الرقم هذا ثلاثة نخليه سفر واحد راح يطلع لنا الكناصة اللي هي هاي واذا حطينا بدأ لصفر هذا مثلا خمسة اثنين ثلاثة ادعش اي داعش طلعنا الام اربعة وعشرين طبعا حاليا هن بدالة الثلاثة انشيل حط اربعة صفر واحد شوف شو يطلعنا الشدقن واذا حطينا اي داعش طلعنا الدبل بار حاليا اذا حطينا هنا خمسة صفر واحد شوف شو يطلعنا طلعنا البازوكا اذا حطينا خمسة اثنين ثلاثة او ثمانية صفر واحد راح يطلع اللي هو هذا هو حاليا مثل ما شفتها خمسة اثنين ثمانية صفر واحد طلعنا السلاح الام جي فور وحاليا اذا كتبنا خمسة ثلاثة او خمسة ثلاثة ستة صفر واحد نشوف شو يطلعنا طلعنا سكوب واذا حطينا صفر اثنين راح يطلعنا برضو سكوب اربعة واذا حطينا خمسة ثلاثة ستة اي داعش يعني بدانة صفر احط واحد طلعنا الكاتم اذا حطينا اطمعاش طلعنا برضو كاتم اه صغير هذا نحط ثلاثة عاش طلعنا الكاتم الاسطوري ونحطينا اربعة عاش طلعنا اللي قطعتها بع الشتقن خمسة عاش ليش ما ليش اسف ما في خمسة عاش فيها انا اثنين وعشرين شوف شو يطلعنا اللي هي القطعة هاي تبع السمجي برضو نحط ثلاثة عشرين طلعنا المخزن اذا حطينا اربعة عشرين طلعنا برضو المخزن هاي وحان حاليا نحط خمسة ثلاثة ستة ثلاثة واحد تشوف شو يطلعنا طلعنا الكتف تبع الكيوب زد او الاكي ام اذا حطينا اثنين وثلاثين برضو طلعنا تبع الشتقن اه طبعا حاليا في عنا رقم جديد اللي هو توقع ستة خمسين صفرين واحد ما متأكد منه طبعا لا اضبط في عنا القطعة تبع المسدس وذا حطينا اثنين هاي كلها النموذج تبع الاسلحة حطينا اثنين تطلعنا النموذج تبع الفيماس واذا حطينا ثلاثة طلعنا النموذج تبع الكيوب نحط اربعة نموذج قناصة ونحط خمسة اللي هو النموذج الاخير هذا حاليا الطلق تبع نحط طلق على السمدية نحط خمسة ثلاث صفر صفر واحد ونحط طلق مثلا مية طلعنا الطلق البنية العادي وذا حطينا اثنين راح يطلعنا الطلق الاخضر البحث 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 اغرب وبالمتقifiers شكرا للمشاهدة 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 واذا حطينا سبعة راح يطلع عنا الحديد واذا حطينا ثمانية راح يطلع عنا برضو الهي كوليتي مثل ما انتم شايفين طلع عنا الهي كوليتي راح نحط هسا نبدل هنا نحط اثنين وان نرجع على ثلاثة راح يطلع عنا بوط جلد او سروال جلد خراطة وبرضو اذا حطينا اربعة راح يطلع عظم واذا حطينا سبعة راح يطلع حديد واذا حطينا ثمانية يطلع حي كوليتي مثل ما انتم شايفين حاليا طبعا حاليا اذا حطينا ادمنت خمسة اربعة ثلاثة صفر نحط رقم واحد يعني جبال العدد هنا راح يطلع لنا بوط جلد واذا حطينا هنا بدل الثلاثة حطينا اربعة راح يطلع لنا عظم واذا رجعنا حطينا بدل الاروعة سبعة يطلع لنا برضو بوط حديد واذا حطينا بدل السبعة ثمانية راح يطلع لنا بوطي كوليتي اه طبعا شباب في شغلات كثيرة لسا اه ما كتبتها بالموقع يعني تقدر ترسبن اه بوطات تقدر ترسبن الوحش تقدر ترسبن شغلات في عندنا كلمة خلود وفي تقدر تجيب دروبات مثلا اه تكتب دروب مثلا هي اه ترسبن دروب وفي سفينة وفي شغلات هاي راح اقليلكم اياها بالموقع وحطلكم رابط الموقع بالوصف اه حاليا راح الرسبن الله مسلع سيدنا محمد الاسي فور واللي هي هذ هي مثلا الرسبن وحدة تأكد منها يب هذ هي السيفور اه السبعة وعشرين او مئتين وستة وسبعين وحدة ثلاثين اه هذا هو رقمها اللي حاب اه مثلا في شغلات كثيرة وودي يعني اذا ودخل ليها راح المقطع يصير فوق الاربعين دقيقة وبرضو مو كويس انه المقطع يصير اربعين دقيقة اه راح الساعة اكتب الكم الصندوق تبع الاسلحة تكتب وتحط الفين مثلا واحد تحط هاي صندوق اي برميل ازرق تحط اثنين اصفر تحط ثلاثة تطلع لك صندوق عادي حط اربعة اي صندوق نحط خمسة تطلع لنا صندوق اخضر نحط ستة برميل اه نفط اذا حطينا سبعة اطلع لنا صندوق ابو نجمة اذا حطينا ثمانية راح يطلع لنا صندوق تبع الاكل ونحطينا التسعة اطلع لنا صندوق اه تبع البطايق تبع المثل ما تشوفون هاي خضرة انت وحظك اذا حطيت اه خمسة ستة عشر صندوق يطلع لك بطاقة زرق بيناتهم وحالة نادرة يطلع لك بطاقة حمرة هاي هي الكودات اراح اجيب لكم الكلمة تبع الخلود اللي هي تثير من الناس اللي تطلبها اه جيب لكم الكلمة وارجع لكم حاليا الشباب مثل ما تشوفون اه كلمة الخلود اللي هي اه نهت اللي هاذ هي ولا دروب تكتب اه دبل ثلاثة دبل اد دروب الطيارة ادد بلند والسفينة ادد اه شب وتنقل سريع تليبورت وبرضو عن طريقة يعني ان تنقل اذا كتب تروح على احداثيات واحد وتكتبتوه بعدين تكتب الرقام هسا راح اقولكم شلون تتنقل عن طريق الاحداثيات اه والروكت متفجر الرقام هاية الحيوانات تكتب اديتس وتكتب الايدي تبع الحيوانات موجود بال اه موجود بالموقع راح اضعكم رابط الموقع بالوصف وبرضو رابط قناة اللهم صلى سيدنا محمد مالك قيس راح اضعكم اياها بالوصف اللي هو انطاني الموقع والكلمات هاية راح نجرب التنقل وارجع لكم اه طبعا حاليا التنقل التليبور تكتبته اه فاصلة مثلا هسا حاليا نكتب مثلا نروع لدروب اللي هان نروع دروب هاذ كبر المنطقة مشان تقدر تحط خمسة ثلاث ثلاث تسعة مثلا تو خمسة ثلاث ثلاث آآ التسعة ثلاث واحد اثنين ثمانية نحط راح ياخذ وقت لحتى ينقلك نقلنا حاليا مثل ما تشوفون جابنا مباشرة لعنده ضربات وفي شخص نايم فقيهن هذا هو التنقل هذا هو التنقل حاليا سأختم الحلقة والصلاة عن نبي اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى أهلا وصحاب أجمعين ما تنسونا من لايك واشتراك اللي ومشترك شكراً للمشترك شكراً للمشترك